موسيقى أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الأردني يوسف الديك تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد صباح النصر قد سطع وبالخيرات قد همع صباح باسم ألق وبالنيران قد دفع فساء صباح صهيون وقلب يهود قد دمع صباح غزة فاقت لتجني مزهراً ينع فقسام لقد قسمت رواء الشمس إذ طلع إلى القائد الفذ قائد المقاومة في غزة في هذه العملية المباركة عملية الطفان الأقصى أقول على كرسيك القدسي نصح فقد بتنا نياماً من عقودي ظننا أن إسرائيل طود وما هي غير جمع من عبيدي أساطير الغزاة لقد تلاشت بضيف قائد فذ عميدي يقود الحرب نحو النصر حتماً بكرسي بدولاب حديدي فهذا شبل ياسين تراء على الأعدى كقصف للرعود وإلى كل مقاوم ومقاتل في غزة العزة أقول زلزل أركان الأنجاس بسلاح العزة والباس طفان الأقصى إذ يطغى سيزيح ركام الأرجاس فالأقصى يرفل في سعد يغشاه بديع الإحساس والقدس التمايس في طرب فيهود بين الأدراس بالسيف 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 سيرجع مقدسنا وعلى صهوات الأفراس فالسيف سيخرس تطبيعاً ويكم شرار الأنفاس ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذا الطفان إن شاء الله بالنصر المبين بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي هذا كتابي وهو عبارة عن ديوان يحمل عنوان اشتعال الندى هذا الديوان الصادر في عمان مؤخراً عن دار الخليج للنشر والتوزيع والذي يقع في 140 صفحة من القطع المتوسط ويضم 56 قصيدة بين دفتي جاء إهداؤه لشخصية ثقافية وقامة وطنياً اعتز بها إذ أهديته إلى صديقي العلامة الأستاذ الدكتور صلاح جرار اعترافاً بفضله على الثقافة وامتناناً لدوره الكبير الذي قدمه في المجال الأكاديمي وفي مجال تحقيق التراث وفي مجال الثقافة عموماً تأليفاً نثراً وشعراً هذا الديوان كتب مقدمته الأستاذ الدكتور زياد الزعبي وهذا الديوان جاء في ثلاث دوائر كبرى هذه الدائرة الأولى دائرة الوجدان فوردت فيه قصائد تتحدث عن المشاعر والعواطف ونظرت للأنثى باعتبارها قيمة عليا وفي الحياة واحتراماً لإنسانيتها وأيضاً تحدثت قصائد هذا الديوان عن الوطن الأردن ووردت فيه عدة قصائد تتحدث عن المناسبات الوطنية والاعتزاز بالأردن ومدنه وأيضاً لفلسطين هناك مجموعة من القصائد التي تتحدث عن الشهداء وعن المطولات التي يقدمها أبناء شعبنا على أرض فلسطين الحبيبة أيضاً في هذا الديوان وردت مجموعة من القصائد التي قمت من خلالها برثاء عدد من أعلام الفكر والأدب والثقافة في الأردن والعالم العربي وأيضاً من أصدقائي الذين رحلوا عن هذه الدنيا الفانية إلى الحياة الباقية إلى جوار ربهم هؤلاء الذين قمت برثائهم من باب الوفاء لهم واتزازاً بما قدموه للأدب والفكر والثقافة والتربية عموماً فيه بعض القصائد التي وردت وتتحدث عن البعد القومي يعني تناولت أحداثاً وقعت في الوطن العربي بشكل عام الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة في هذا الميدان كانت له مساح طيبة في حلقتي هذا اليوم رح نبدأ نشرح في نموذج بسيط عن طريقة لسق الذهب كيف نقصق ورق الذهب كما هو نقله على ورق زبدة طريقة الترانسفير حتى نصب طرق الذهب لأرضية المساحة الزخرفية معينة كيف ننصقها أرضية ذهب ونشتغل الزخرة فوق التذهب فوقها سواء بتقنية تذهب أو بتقنية تذهب أو لها الكار بأي طريقة لكن كيف تكون الأرضية ذهب سنعمل عن الموذج بسيط استخدام لاصق الذهب هذا الكولنر ألماني هو سنعمة ألمانية هذا لاصق جيد نضيف لنقطة من الماء حسب الكمية اللي أنا بضعها يتم تخليطه مع الماء يعني نسبة ما يعادل تقريبا ثلث من الماء وثلثين من اللاصق نضع لاصق الذهب البداية على المساحة المراد لاصقه نحدد الشكل اللاصق بعدين يفرد لاصق طريقة فلاد حتى يكون اللاصق موزع على المساحة بطريقة منتظمة موسيقى ننتظره دقيقتين حتى يجف لأنه ما بقدر نلصق الذهب عليه وهو سائل لابد أنه يجف يعني أقل إشي هذا اللاصق من دقيقتين لخمس دقائق الآن بعد ما نشف لاصق الذهب انتظرنا عليه يعني 5 دقائق نجي برفة الذهب نضعها فوق اللاصق مباشرة نضغط عليها قليلا حتى تلصق المساحة اللي احنا بدنا إياها نقوم بالذهب تمام؟ بعد عملية اللاصق نجي بفور شاي مظيفة ننظف الأطراف بالذهب الزائد بالقريقة بعد التنظيف بودرة طبية مستخدم البودرة الطبية أو الطبشور نضع فوق الذهب مسحة بسيطة حتى تخفي نسبة الزيوت والدهوم اللي فيه نقدر ننفذ عليها أي تصليم جفته فيه بالألوان البواش المستخدمة سواء اللون الأزرق أو الخمري أو بالحبر العربي مستخدم الخط لتحديد الزخرة لتحديد الذهب نفس المحضر نحضر العربي مستخدمة للخط العربي نعم رح نعمل عليه المودرة بعد ذا وضعنا البودرة ننظفها لظهر اليد حتى تطلع البودرة الزائدة ممكن نعمل عليها واحدة زخرافية بسيطة استخدام الحبر العربي الأسود وضعنا البودرة حتى يمسك الحبر على الذهب وأن الذهب نفسه فينس في الزيوت كران منعرح ويمسك على الحبر العربي موسيقى لكن أن نعمل تم تلك الذهاب سعيد leanor ـن المسيق C بعض المسيق مثلاً المسيق تحديد وهل tir المثلث الرومي نموذج وسيط تم تنفيذه على أرضية الذهب إن شاء الله تكون حلقة مفيدة جميلة استمتعت فيها قدمنا يعني إن شاء الله هو نافع ومفيد بارك الله أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الأردني يوسف الديك فاسمح لي أن أرحب أبي ضيفي أهلا وسهلا بك سيد يوسف مرحبا بكم ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين شكرا جزيلا أشكرك وأشكر فضاءات وأشكر الرافدين حياك الله فرصة طيبة سيد يوسف مرحبا بك طويل أمرك يعني التقينا كثيرا في المشهد الثقافي الأردني لكنه لم تسعفنا الأقدار بأن نحقق لقاء لكن بعد سنوات هذا شرف الحمد لله أنه بارك الله صحيح قطفنا ثمر هذه اللقاءات الآن نعمل لقاء تلفزيوني معك ولنا الشرف والسرور سلمت بداية دائما لما أقرأ يوسف الديك أتوقف عند اللقب الديك نعم من أين جاء هذا اللقب هذا اللقب أصله كان من ربما من خمسمائة سنة أو أكثر أجدادنا كان أصل اللقب بطيخ وحور بعد ذلك من تربية الديوك وإذا ما هناك في مدينتي التي هي باقة الغربية والتي كانت تابعة سابقا إلى لواء طول كرم نعم وبعد الاحتلال الصهيوني ضمت إلى أرادة الثمانية واربعين وأصبحت تابعة إداريا إلى لواء حيفا وهذا اللقب استمد من العناية بتربية المواشي والديوك نعم وهو موجود في فلسطين في أكثر من خمسة مناطق وخمسة قرأ نعم في نعلين في كفر النعمة في نابلس في باقة الغربية في باقة الشرقية منتشر وحتى موجود في الأردن وموجود في سوريا يعني هذا اللقب موجود في هذه القرأة كلها نعم العائلة العوائل هذه التلقب ديك مترابطة نسبا أم فقط لا فقط في الاسم نعم يعني ربما يكون التاريخ مشترك نعم يعني لا أحد يبحث في هذه الخصوصية لكن أعتقد أنه الاسم من هنا أو من هناك فيه ترابط اسمي فقط نعم نعم جميل حضرتك كنت من المشاركين في مهرجان المربد الذي كان يقام صحيح صحيح في العراق وطبعا مهرجان المربد مهرجان دولي يعني معروف يعني مهرجان كبير وكان لشعراء العرب يعني بصمات كبيرة لكثير من الشعراء في هذا المهرجان ويستمر هذا المهرجان إلى الاحتلال الأمريكي للعراق صحيح بدي أن نعود إلى تلك الأيام وتحملنا حيث كانت بغداد تقاتل على كل الجبهات لكنها لم تغفل جبهة الشعر فكانت ومهد الدروب لخيل الشعر وكانت تسقي حقول القوافي بدي أن تعود ونعود معك إلى تلك الصفحات كانت مرحلة من أخصب مراحل الشعرية أعتقد في تلك المرحلة منذ العام 1992 بعد الاحتلال كان مهرجان المربد الأول مهرجان أم المعارك ثم انتقلنا إلى مهرجان المربد المشاركة مع الشعراء العراق كانت حافز كبير ومدرسة عندما سئلت جواهري كم شاعر في العراق وكان في بكين في الصين قال لو ألقينا حصاتا حجرا من بكين إلى بغداد ستسقط على شاعر هذا يدل على كثافة حضور الشعراء والحقيقة كانت عبارة عن خلية نحل من هذا تستفيد كلمة من هذا تستفيد جملة من هذا تستفيد فكونت مخزوني الأدبي وشكلت بوادر إبداع مختلفة عن مراحل السابقة لا شك أن مرحلة المربد مرحلة مهمة جدا في مشروعي الشعري على الصعيد الخاص أما على الصعيد العام فالمربد معروف كمهرجان عالمي ودولي واهتمام الدولة أنا ذاك في هذا المهرجان وهذا التلاقح الفكري كانت المشاركة لك الأولى عام 1992 كانت أول مشاركة في المهرجان بعد هداث الكويت كان مهرجان أم المعارك عام 1992 كانت المشاركة الأولى وتعرفت على أجواء بغداد شاركنا في الموصل وفي بغداد وفي البصرة وفي النجف الأشراف يعني في عدد من المحافظات العراقية وكانت فعلا أيام لا تنسى أيام تاريخية أنا أعتز بها وأفتخر وأبقى دائما مدين لهذه المرحلة أنت كنت دائما زيارات لبغداد نعم بستمرار يعني خلال من عام 1992 حدود المهرجان لغاية عام 1997 حتى انتقلت إلى خارج الأردن ربما هناك 18 زيارة نعم جميل بقصيدة شواهد من ديوانك مزلاج الأنوثة تقول للزمن الغافي للذكرى للروحي تشضت منهكة بين الحلمين وطن يتهيأ للبحث عن الناجين ويبكي حين يعد بنيه قرابين لمذابح أخرى يكملها بين الشوطين يعني حين يعد بنيه لمذابح أخرى هذا المعنى أو هذه العبارة فيها يعني معنى يفهم على وجهين يعني وجه فيه الفخر أن هذا الوطن يقدم بنيه مشاريع تضحيات للقيم النبيلة وفيه وجه آخر هو النقمة من وطن لا يكترث لأفواج القتلى من أبنائه فأي الوجهين كان في قلب الشعر الوجه الأول بالتأكيد لأنه قدر الفلسطيني في هذا الزمن هو التضحية وقدر الوطن الفلسطيني لهي فلسطين أن تتقبل هذه التضحيات بكل يعني محبة لأنه هذا الثمن الذي يدفعه المناضل الفلسطيني أو الشاب الفلسطيني يعني مسألة الوطن ليست رفاهية وليست يعني عبارة عن رحلة البطن مسؤولية وتضحية وفداء ويعني هذه التضحيات التي يقدمها الآن الفلسطينيون سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة وعبر السنوات الماضية وعبر الانتفاضات الانتفاضة الأولى والانتفاضات الأقصى الثانية كلها تصب في بوتقة التحرير بالنهاية إن شاء الله فالمعدى الأول هو أرجح أن هذا الوطن مستعد لتقبل هذه التضحيات بكل أريحية لأنه هذا قدر الفلسطيني جميل يعني من يقرأ عنوان الديوان مزلاج الأنوثة نعم يتجه للأنثة يتجه للأنثة أن هذه قصائد غزة لكنه يفاجأ منوع بأن هناك قصائد وطن في هذا القصائد متنوعة لأني لم أفرز نعم يعني هذا البعد الوطني عن البعد أنا بالنسبة لي الحياة وجهان الوجه الأول هو الوطن والوجه الآخر هي المرأة لو لم تكن المرأة موجودة يعني وهي وطن فيه تقديرات كثيرة من ال وهي وطن نعم صحيح فلذلك من الفكرين وشعراء والأدباء والفناني التشكيلين نعم نعم صحيح لذلك المرأة يعني هي أجمل اختراعات الكون يعني وإجمل ما خلق الله نعم اللي هي نصف المشرق من القمر هي النصف الأجمل من اللوحة البشرية واللوحة الإنسانية بدون المرأة لا حياة جميل عندنا هي ابتداد للوطن واللي هذه القيم لا شك طبعا القيم الجميلة والنبيلة جميل قصيدة لبنان حقيقة توقفت عندها كثيرا يعني تقول يعني أنت تخاطب لبنان تقول أخطأت دربك مرتين ولم تمت ونجوت من كل الحروب ومن حنيت دقيقة يبنى الجراح المثخنات بأرز روحك توأم القرآن والإنجيل ما المرتين التي أخطأ فيها لبنان فيهم الدرب وهل فعلا نجا من الحروب وهو يقبع على براكين لا يكاد ينطفأ واحد حتى تفجر أيدي العابثين بمصيره بركانا آخر طبعا الحرب الداخلية التي حدثت في لبنان بدءا العام 1975 واستمرت قرابة 16 عام حتى عام 1991 هذه خطأ كبير كان يعني ارتكبتوا لبنان ارتكبوا الناس الموجودين في لبنان دفعوا ثمنه غاليا اللبنان نفسه دفع الثمن والشعب اللبناني دفع الثمن ومن بعد ذلك الثورة الفلسطينية داخل لبنان أيضا دفعت الثمن في الاشتياح الأول عام 1978 اشتياح صهيوني أيام شارون والاشتياح الثاني عندما حسرت بيروت 81 يوم 81 يوم تحت الحصار عام 82 عام 82 نعم من شهر حزيران حتى شهر أيلول وهي تحت الحصار نعم لم يعني كانت الوضع يشبه الآن نعم وكانت ضربة قوية وكهت المقاومة الفلسطينية نعم نعم وعلى إثرها رحلت المقاومة الفلسطينية ونظمة التحرير عبر البحر إلى كبرس ومن ثم إلى تونس وتم اختيال الشهيد أبو جهاد ومن ثم أبو إياد وبعدها انحضرنا نعم إلى أوسلو أنا أعتبر بالأسف حلت أوسلو يعني مؤسفة جدا نعم وكان يجب أن لا تكون أنا قلتي أوسلو يلزمني نصف لسان فقط لأقول كل الحقيقة لكن تلزمني ستة خنابل عنقودية لأفجر التوقيع والأصابع والوثيقة يا الله كانت يعني مرحلة فعلا تفقدنا فيها بوصرة التحرير وبوصرة الألان يعني إلى حد لأنه أنت أمام عدو نعم لا يكترث بمعاهدات ويقيم شأنا لكل الموثيق يعني التاريخ قرآننا ديننا يقول أنه محتال ضبط منذ بدل التاريخ مخادع منذ بدل التاريخ يعني فاوضه الله سبحانه وتعالى على بقرة نعم وأنت تأتي الآن تريد منهم مطن لا لن يعطوك شيء فكيف تقع في هذا الفخ الصهيوني يريد السلام بدون أن يخسر واحد سنتمتر من الأرض نعم يريد الأمن بلا مقابل نعم بمعنى أنه أنتم لنا الأمن ولكم لا شيء نعم وهذا الذي حصل الآن الضفة الغربية محتلة وهي تحت كل فلسطين محتلة تحت إدارة السلطة وحتى الحدود التي كانت يفترض أن تكون الحدود العربية التي تحيط فلسطين والتي كانت محتلت بعد نكسة حزيران هي لا زالت لحد دلان محتلة نعم ليست محتلة أسكريا لكنه محتلة في الظروف التي تقوم بها تاريخهم حتى في معركة الكرامة عام 1968 نعم عندما انتهت بهزيمة الصهاينة أنا ذاك بتلاحم الجيش العربي الأردني الباسل مع القوات الثورة الفلسطينية الرئيس الأمريكي جونسون لندن أرسل طلب شكول نعم وهو كان رئيس وزراء إسرائيل أنا ذاك وقال له لماذا لم تخبرنا حتى نغطيك حتى ندعمك قال له يعلم ساعد الرئيس أن غرب النهر هي أرضنا قال له نعم قال له وما يعلمه سياة الرئيس أن شرق النهر أيضا أرضنا يا الله يعني نحن ذهبنا إلى أرضنا ليش أخبرك نعم ووجاهرون هذه الأطماع الصهيونية نعم من المحيط إلى الخليج يعني لاحظوا الصلب في القباحة يقولوا إحنا ذهبنا إلى أرضنا نعم لماذا أستشيرك يعني بمعنى أنه هم أطماعهم تنتد إلى العراق وإلى مصر يعني لا تتوقف عند حد ووجاهرون نقول لك خارطة إسرائيل من الفرات إلى النيل هذه ووجاهرون بها دائما نعم هم أصلا لا تاريخ لهم 1989 في مؤتمر بازل في سويسرا وثيودر هيرزل جمع خمسين شخصية يهودية ليؤسس هذه الحركة كان المقترح أن تكون فيما بعد الوطن البديل الوطن القومي لليهود جنوب إفريقيا نعم ومن ثم رفضوها لسبب الحرارة والتقصلة ثم اقترحت الأرجنتين نعم ثم بسبب حجمها وصغرها وساحتها اقترحت فلسطين يعني هم لا بطن لهم ولا أرض ولا وجود لهم في فلسطين نعم اصنعوا التاريخ وافتعلوه وبدأوا يعملون عليه الآن بحققة المبكة يعني يدفنون التراث دفن بأيديهم ثم يستخرجونه ويقولوا هذا نحن نعم نعم سامح الله من وقع فيقة أوسلو نعم وهذه النتائج الآن سلطة هشة بلا دور كانت متوقعة بالنسبة لكل بل أصبحت غطاء للاحتلال لا شك طبعا يعني لبنان كما قلت حضرتك أن الحرب الأهلية التي انطلقتها نعم نعم وطبعا الميليشيات والمرتزقة لا شك طبعا والهم ارتبط ارتباط خارجي لحرك لبنان بشكل عام حركة لبنان طبعا المستهدة في الأساس والأول هو مقام فلسطيني انهاء الوجود الفلسطيني نعم نعم بعدما هجر الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارج الوطن وخيبات و لا ذا صحيح ويعني فالمقاومة كانت في لبنان كانت فاعلة جدا طبعا كانت غطاء أيضا لمقاومة عربية لأنها كانت منطلق للعمليات داخل الأرض المحتاجة بضبط كان كثير من شباب العرب كانوا يقاتلون مع الفصائل الفلسطينية وكنا نشيئ شهداء أراقيين كانوا يقاتلون من العراق من الأردن من سوريا إلى جنوب لبنان ومن جنوب لبنان يدخلوننا داخل لا شك لأنها ثورة حق داخل فلسطين وأنا شاركت ذكر في فترة السبعينات أنه شاركت في تشيئ أحد الشهداء كنا نسميهم فدائين نعم فدائين استشهد في معرك داخل فلسطين في الحد اللبناني فلسطيني كانوا يأتوننا ذلك كانت الحرب الأهلية هي الاقتلاع الوجود الفلسطيني ودمرت لبنان نفسه وبدأت طبعا من تل الزهتر عام ستة وسبعين سبعة وسبعين تل الزهتر ستة وسبعين ستة وسبعين ستة وسبعين حرب بدأت من خلس وسبعين نعم في آب طبعا بعد الحرب الأهلية نعم صحيح صحيح آب ستة وسبعين ويعني تضافر بها الجيش السوري مع الكتائب أرض أسعاد مع الكتائب بمعاظرة صحيبانية من واركة أمريكية لضرب تل الزهتر تل الزهتر وقتل بحدود الأربعة وفي بعد طبعا حدثت مجازر صبرة وشتلة نعم وبعد جاء صبرة وشتلة علي أتشارون طبعا أستاذ من اقتلاع نعم اقتلاع الوجود الفلسطيني لا شك طبعا يعني دعانا لبنان أن يعود هذا الجوهر الجميلة لكن لبنان وطن جميل يعني لا يستحق لكن قالها أنه هناك سلاح منفلت برأي نعم في هذا البلد لن ينعم بالسلام وهذا السلاح منفلت طبعا بالنتيجة يؤدي خدمة للصهيوني والآن يعني هم وصلوا لبنان إلى انهيار اقتصادي وانهيار معيشي ومستوى حياة يعني لا يستحقوا لبنانيين لبنانيين شعب جميل يستحق حياة أفضل من هذه شعب راقي جدا نعم لكن لاحول له هو لقوة صحيح يعني هو مرهون الآن صحيح أسير بيد يعني هذه الحكومة الضعيفة حزب الله وميليشياته نعم تعيث فساد في هذا البلد بغطاء المقاومة هذه الأكذوبة تقول كلما وجدوك مبتسما عادوا إليك ليقتلوك ويرفعوا راياتهم ويشجعوك شهيدهم من هم هؤلاء هي كل هذه الميليشيات لنت تفضلت بالحديث عنها نعم هي تفتعل الأحداث وتفتعل التفجيرات وتفتعل نعم وثم تبدأ بالتغني بهذه البطولات نعم في لبنان يعني هي يعني عصرت حدين أو سلاح ذو حدين نعم سنعكم البعض الفاصل معذرة سيد يوسف نعم معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم ومن جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الوردني يوسف يعني أنت وصفت هؤلاء وصف دقيق يعني أنك ترى المشهد واضحا جدا عندما قلت كل ما وجودك مبتسما عادوا إليك ليقتنوك ويرفعوا راياتهم ويشيعوك شهيدهم هناك بعض الكتاب والعدباء على الأسف يعني يرى غير ما ترى ينظر إلى كل حدود نعم على أنه مقاومة محور مقاومة وواضح الخداع وحضرتك طبعا المطلع المشهد الدامي في لبنان في غزة في فلسطين مقتل إسماعيل هنية رحمة الله قتل في إيران مرحمة الله إن لم يكن بأيدي إيرانية فهناك تسهيل وإن لم يكن هناك تسهيل فمن المعيب الشخص مثل إسماعيل هنية يقتل في في طحران في إيران ويفترض يفترض يفترض حمايته أن يكون أأمن مكان له هذا المكان صحيح فكيف فكيف أنه ووعده طبعا بالانتقام مع أنه يعني يعني هي مهزة لأنك يعني تعد بالانتقام أنت يفترض لديك حرب مستمرة مع الكيان الصهيوني حسب ما تقول لا تحتاج إلى حدث مثل ضرب القنصلية في دمشق أو مقتل إسماعيل هنية أو مقتل أحد الضباط الكبار من الإيرانيين حتى تنتقم يفترض أنك حرب مستمرة دعو أنه يعني حسن نصر اللي يقول حربنا مع الكيان الصهيوني حرب نفسيا يعني كيف حرب نفسيا يوحي للذي والعادة أنه الكيان الصهيوني مرعوب طيب كيف مرعوب هو بين ليلة وليلة وهو يغتال قيادات من حدكم ويضرب لبنان وغزة وفلسطين وفي كل مكان يطارد يعني هو المشروع الفارسي جمالا هم ينظرون بطريقة مختلفة عن الواقع لأنه تحرير فلسطين لن يكون إلا على يد أبنائها نعم وعلى يد العرب الشرفة وعلى يد العرب الشرفة والمنتمين لهذه القضية الإيران لن تحرير فلسطين ولن تسعى إلى ذلك وهو ليس هدفها بالتأكيد هي هدفها مشروع خاص مشروع طائفي نعم وتشتيت الأمة العربية والسيطرة على القرار السياسي داخل الوطن العربي نعم سواء في سوريا أو في العراق أو في فلسطين أو في اليمن يعني في معظم المناطق التي دخلها الإيراني كانت هناك نوع من الاستبداد في القرار على حساب هذه السلطات فبالتالي أنا لا أمل يعني هو الآن يحتل بغداد ويحتل دمشق ويحتل صنعات نعم نعم فكيف يأملون منه أن يساهم في تحرير القدس يعني هذا بغداد ودمشق لا تقل أهمية عن القدس بل لن تتحر القدس إلا تتعافى بغداد ودمشق لكن في المقابل أستاذ محمد يعني ما البديل لدى بعض مقاومة داخل غزة مثلا نعم من أن تحتاج إذا تقدم لها الإيراني بالمساعدة على الأقل أحدتك تحدثت عن أوسلوبرتس وهو فخ نعم فخ كبير فخ نعم ما الذي يقنعنا بين ما يجري الآن أيضا ومد إيران يدها إلى المقاومة إن لم يكن فخ آخر لا أنا أنظر للجانب المشرق من الموضوع بالجانب المقاومة يعني المقاومة المحتل المقاومة المحتل الصهيوني تقنعنا من إيران على جانبا أنا أهمني الآن هو يعني أولا ما يحدث من مجازر حق شعبي الفلسطيني هي تؤلمني وما يحدث من انتصارات أحيانا ضرب للعدو الصهيوني أيضا يعني يعيد حيات روح داخلنا هذا هذا الذي أنا قلت لك لن تحرر لسنا ضد أن تأخذ المقاومة الفلسطينية هذا ما أقول الدعم لماذا؟ لأنه لا حد لكن ألا تقع ضحية خديعة وأن لا تغل في مجح هذا المجرم الذي سفك دمائنا في العراق وسفك دمائنا في في سوريا وانتهك الأعراض أعتقد والآن ميليشياتهم ما زالت تطارد الأحرار في البلدين أعتقد جازما أنهم يعون ذلك ويعرفونه لكن هذا يعني عبارة عن هدنة مؤقتة كيف أقنع عمي كيف أقنع عمي التي شيعت ثلاثة من أبنائها شهداء رحمهم قتلوا على أيدي الاحتلال الأمريكي وميليشيات إيران نعم يقاتل نصف ونصف قاسم سليماني كان يقاتل ميليشيات على حدود الفلوجة والطيران الأمريكي يحمي والطيران الأمريكي صهيوني نعم وين يحمل صهيونية الأحام الأول الصهيونية أمريكا طبعا الطيران كان يحمي ميليشيات إيران وهي تقاتل على أسوار الفلوجة وأسوار تيكريتو وأسوار نيوى وكل الأحرار الشباب الثائر العراقي في ثورة تشرين عام 2019 نعم يعني دبحتها ميليشيات إيران لا شك طبعا طبعا ولم تفرق بين السنين وشيئين بل أغلب الشباب الذين ثاروا هم من جنوب العراق المشروع الإيراني لن يخدم العرب ولن يخدم الأم العربية ولا الإسلامية بتاتا نعم نحن آمان مقاومة أنا تحدث عن مقاومة يعني على الأخوة أن يدركوا هذه هم أكيد متركين هذه الحقيقة لأنه أنت عندما تتغزل بإيران وأنا المنشيات الآنية ذبحت ابني وأخوي في ضد العدم موجود بداء المشكلة إنه مؤقتا يعني صعب أنا يعني صعب أتحمل هذا الخطاب أدرك هذا صعب للأم السورية أن تتحمل هذا الخطاب يا ستادي يوسف كل يعاني نعم الكل يعاني سوريا دفعت الثمان التي قتل أبناؤها ودوجها وقتصبت أيضا نعم وانتهكت أبشأ الجرائم انتهكها حزب الله في سوريا حزب الله دخل بكل قوته وهو حسن نصر يقول أنا إن تطلب الأمر أنا أذهب بنفسي كل هذا المشروع والطريق يقول الطريق إلى القدس يمر بالقلمون هذه شعارات تافهة امتهت المحارك في هذه المدن لماذا لم تستمر في الزحف إلى إلى القدس لماذا لما تدخل بقوتك أنك تدخل لا لا يجب أن تحمل هذه الشعارات على محمل الجد يعني هم عادة تجرون بهذه الشعارات تجارة نعم نسمع منك منك قصيدة هذه القصيدة من وجع الوطن من وجع الوطن يا بحر أنت قتلتنا بأي قلب تعبرين شوارع الصمت المكابر في المساء بأي نبض تقتليني خلصة باسم الشقاوة والشقاء بأي حرف يبدأ التاريخ بالوجع المرادفي للصهيل و للبكاء النهر هذا النهر يدرك حزننا و يوائم النمطي فينا بالغناء النهر يدرك أنه وطن يسح على شفاه المشربية دمعنا وطن تطهر إذ تعطر بالدموع و قد توضأ بالدماء لا شيء يحملنا إلى الماضي سوى أن هنا كنا ولدنا ماءنا وهواءنا و لنا هنا نسف النشيد ملاحم الأبد المعاصر الجرحنا و ملوحة الأسماء يا بحر خذني موجة في ماءك العالي ولا تكتب على ضلعي وصايا حفلة التأبين واسمع صوت نسفي كلما أزفت على التنهيد أشريعة اللقاء عاد المسافر لم يجد بيتا بحجم القبر يؤوي في الشتاء عظامه و حبيبة كبرت مواسمها لتحرس فر أحلامه و إذا ينام تهدد ضلعه الغافي على درج النعاسي و تحسب بالدقيقة دمعها و منامه هو لم يعد إلا لأن البحر هو لم يعد إلا لأن البحر عاد مدرجا بالحلم صبر موشها وسنا يترجم يترجم في الهزيع غرامه هو لم يعد لكنه في الحلم صادفها فقبل نرجس الخدين مرتجفا إذ ارتشف الرحيق كأنها ردت إليه مع الرحيق عظامه إن المراكبة حين مالت قاومة موجا عليها ينكسر لكن تلك خطيئة الأمواج أشريعة محطمة أجزاد بحرينة تطفو بعد أيام تجف على الشواطئ لا تكف دموع إيتام لتنساها وتنسى أنت لا تدري وما يعنيك كي تدري زهقنا جولة بتسرب الإشعاع أم أفقنا ميتين على حرير فراشنا جئنا ذهبنا ما الذي يعنيك وأنت تنسى وحدنا متنا بما نخفي من الذكرى أم على الذكرى كبرنا أم بلا معنى كأشريعة محطمة بقينا هل تسفر النايات هل تسفر النايات عن نغم خرافي النغم هل تسفر الكلمات عن معنى إذا قلنا لقاتلنا نعم هل يسفر الشهداء عن وطن بلا حزن ودم هل أمنا الأرض اشترتنا من أبينا كي تربينا على جرح الندم هل جلدنا ورق ليكتب فوقه الزعماء كل مذكراتهم بالسيف إن جف القلم يا بحر أنت قتلتنا وعليك أن ترثت جريمة كلما غصت بك الأمواج أو خفق العلم الله أشكرك أحسنت بسلم بارك الله بك ما أروح حرفك يا سيد يوسف تسلم الله خليك هذا من لطفك درعا أغنية الدم والرصاص هذه قصيدة هذه كتبتها مع مطلع الثورة السورية يعني قصيدة تنبض بالوجه تقول درعا تفتش عن بنيها في الحقول دمهم سيسري في الشقائق والورود ماذا يربطك بدرعا أولا درعا على الصعيد الجغرافي هي أقرب منطقة من سوريا إلى الأردن إلى الرمثة نعم على الصعيد الحياة اليومي كل ما زرت دمشق كنت أمر عن درعا تمر بدرعا وأرى سهولها وأرى خصابها يعني خصوبة أرضها وعلى الصعيد الإنساني أيضا تربطني علاقات إنسانية مع كثير من الأصدقاء من درعا سواء هنا أو في المخترب وهم وناس طيبون وفلاحون يعني بسطاء لك أن تحبهم كما هم درعا كانت بداية في أذار 2011 كانت بداية الثورة السورية شرارة الثورة وطبعا تم اتهامهم بأنهم من دسيين ومن الخارج وإلى ذلك فكتبت هذا النص كنوع من التعبير عن تعاضض مع الثورة وحتى أنا يعني كنت بالبداية مع أنه القيادة السورية تنزل إلى مستوى مطالب الشعب وتلبي هذه المطالب لنجنب كل هذا الدم لو كانت فعلا هناك حكمة في تناول هذا الحدث لما حدث كل هذا الدم ولا هذه كل هذه الخسارات والتشتت والغربة والقتل والسجوع لأنه نظام بوليسي سيسا نظام بوليسي بنية على الدم وورث الابن من الابيه من الابيه وتعرف أنت صحيح يعني متحدثنا قبل قليل عن مجزرة ومذبحة تل الزعتر نعم كرد فعل طبعا أنا سمعت لقاء لأحد القادة الأخوة الفلسطينيين والذي كان قريبا من أبو عمار وهو دكتور ربيح حلوم نعم يقول من السبعين أنه طلب حافظ أسد من أبو عمار أنه يشارك باغتيال مجموعة من القيادات الأممانية ورفض نعم صحيح صحيح ورفض قال بعد يوم أو يومين حدثت مدرحة كأنه رد لأنه القيادة الفلسطينية رفضت هذا لأن هذا منهج عصابة من ضمن الأسماء التي طلب من القيادة الفلسطينية أن تختالها كمال جمبلاط وقتين فيما بعد كمال وطبعا معروف أنه أذرع سوريا اختالت كمال جمبلاط لذلك هذا النظام مبني على أساس الدم لأنه جاء ليذبح سوريا ليذبح قويرها هو الحل الأمني كان قاسي جدا ولذلك انطلقت شرط الثورة نعم لم يسمع المصقح كثير من الناس نصحوا ومفكرين في ديوانك تفاصيل ديوان الذي حمل عنوان تفاصيل صغيرة على نحاس القلب قصيدة حملت عنوان عراق عبرت فيها عن غضبك ورفضك لجريمية العصر العدوان الأمريكي صح صح على العراق فاستحضرت الأسطورة السومرية قل قامش ونبو خض نصر مؤكدا حقيقة الانتصار إذ تقول ما قل قامش ماذا تعني سومر من ذاك يكون المتنبي حتى تختم وليس يموت عراق فيه المتنبي ونبو خض نصر يعني المتنبي ليس ملكا وليس قائدا فلماذا أقرنته مع نبو خض نصر تاريخ المتنبي تاريخ يعني لا يذكر العراق لا يذكر المتنبي إذا أدتنا إلى ذكر الأداب والثقافي والفن المتنبي كان رغم أنه كان شاعرا متكسبا إلى عدد ما أو هكذا عرف عنه هناك من يدافع عنه لا أنه أنا أدافع عنه لكن هو شاعر قوي لا شك هو شاعر التاريخ لا شك طبعا لا يمكن أن يذكر الشعر أو الأداب العربي إلا ومعه المتنبي لذلك استحضرته في هذا النص كرمز أدبي لتاريخ العراق نعم جميل يعني العراق على مرة تاريخ هناك قادة وزعماء عظام سجلوا تاريخهم بالسيف والدم والقوة والإباء وطبعا هناك مسيرة شعرية أخرى تواكب هذا المجد العسكري والقوة إلى مرحلة الاحتلال الأمريكي أنا قلت قبل أقل عندما تحدثنا عن المهرجان المربد أنه كانت الأغداد تقاتل على كل جبهات ولم تخفل جبهة الشعر صحيح فكانت تمهد الدروب لخيل الشعر وكانت تسقي حقول القواف ما قاله محمد الدرة صبيحة اختياله هذه أيضا قصيدة في هذا الديوان تقول فيها أنا المعجون من حناء الأرض أنا المعجون من حناء الأرض أمي أيقظتني قم بني فالحقيبة بانتظارك دفتر الإملاء درس التين وزيك هذه هي قصة أستاذ محمد آلاف العيون وصد النشيد حكايتها المدرسي هذه القصيدة حكايتها أن أحدى محطات الإذاعة اتصلت به تطلب مداخلة حول انتفاضة الأقصى التي استشهد في مطلعها الطفل محمد الدرة وقال لي المتصل أنه بعد عشر دقائق إن شاء الله نعيد الاتصال خلال العشر دقائق قلت يعني ماذا سأقول أنا شاعر هل سأدبج خطابا سياسيا والعدول لا يجب أن أقول شيء من الروح ومن نبض محمد الدرة نفسه خلال سبع دقائق كانت معدة هذه القصيدة وجاهزة جميل بعد العشر دقائق ما تتصل فقلت له سأقول لك ما قاله محمد الدرة قال أنا المعجون من حنائي هذه الأرض من ملح تراب الحر أمي أيقظتني مرة في الفائد يا أيها الولد الشقي كن بني حلمك بانتظارك إني رأيتك في المنام حمامة بيضاء تزو في فضاء السيد الأقصى ترفرف فاهتز شباك على مصر النبي كن بني الحقيبة بانتظارك دفتر الإملاء درس التيني والزيتون آها هلاف العيون وسط النشيد المدرسي أنا المعجون من حنائي هذه الأرض لو كنت فولاذا وضلعي من نحاس كنت ذوبني الرصاص أنا القصاص أنا الخلاص صوتي سورتي مدى الطلقات أنا المذبوح جهرا معلن النسفي أنا المذبوح دمي على كل الفضائيات أنا الوجع الفلسطيني يا الله ما أقصى هذا الوجع يا يوسف الديك الله يبعدوا عن الجميع روايتك الأولى حملت عنوان تنهيدة الأساة تلويحة الجنون بطلاها سمير ونورة نعم تقيا في في تاكسي في الطريق من أمان إلى دمشق إلى دمشق كان محمود درويش يعني له مساحة في الحوار نعم كان سمير في المقعد الخلسي في المقعد الأمامي وكان يقرأ كتاب فسألته قال هنا أقرأ كتاب عن محمود درويش نعم وكان لها رأي في محمود درويش و يعني في الرواية محمود درويش حاضر عندك في الشعر أيضا محمود درويش حاضر عندك يعني كصوت فلسطيني اقترن بال بال قضية يعني هل ما يزال يمثل عندك ذلك الصوت بعدما انقلب حسب ما يرى آخرون لا هو لم ينقلب أستاذ محمد هو كان عنده وجهة نظر قد لا تكون تصالحية إلى حد ما بالحوار بالحوار عبر الأدب نعم وبالحوار مع المنظمات الإنسانية التي تدعو إلى السلم وليست مع يعني الجهات الصهيونية المتشددة والمتغطرصة محمود درويش كنا نتحدث قبل قليل عن المتنبي نعم محمود درويش بنظري هو متنبي العصر بما كتب من أدب وما ترك من نصوص يعني متجدرة في تاريخ نفسه نعم هو معجون كما محمد الدر معجون من ملح هذا التراب ومن الحناء الفلسطيني لذلك لقصائده نكهة خاصة وحضور متميز طبعا لا نغفل الكثير من الشعراء على غرار محمود درويش طبعا لا أنسى أنه هناك عبد الرزاق عبد الواحد هناك الجواهري هناك المضفر النوار وسميح القاسم الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل لكن محمود درويش خصوصيته أنه ابن ابن الوجع الفلسطيني الخاص أنا شخصيا ربما كان عندي وجهة نظر ما في تلك المرحلة لكن بعد أن استوعبت أن محمود درويش لم يسعى إلى يعني المهادنة الصهيوني ولكن إلى عقلة الفعل الثوري نعم وعقلة النص أمام هذا يعني محمود درويش حكمة حكمة بالإعدام نعم عام 1986 من شامير على قصيدته عابرون في كلام عابر نعم نعم وطبعا لم ينفذ الإعدام لأنه هو عاد ضمن اتفاقيات التي تحدثنا عنها ضمن أوسلو نعم الحديث ذو شجون والجرح عميق والوجع قاسي يا سيد يوسف نسأل الله النصر والخلاص لأمين لنا ولكم والجميع لكلهم العربية شكرا لك على هذا الحوار في هذا الفضاء الوطني في فضاء الجمال فضاء الشعر والرواية والسر جميل شكرا لك سيد يوسف أديك أرق الله بيك وشكرا جزيلا لك وللفضائية الفافدين ولهذا الحضور الجميل وبركة الله بيك شكرا جزيلا شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة